إذن زوجوهنّا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وقال الله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وهذه اللام لام الأمر وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن من تزوج فقد استكمل نصف دينه وعلي أن يتق الله في النصف الآخر فالزواج أمر كبير حتى صار نصف الدين نصف الدين يا لله يا للعجب نصف الدين نعم لماذا؟ لأنه يسد أبواب الحرام يفتح أبواب الحلال يقرب بين المجتمع يعقد الأواصر سكينة وطمأنينة رحمة والله سبحانه وتعالى جعل لنا من أنفسنا أزواجاً لنسكن إليها وجعل بيننا مودة ورحمة سبيل بقاء جنس البشر تكاثر وقوة الأمة في هذا الإنتاج الذي من المهم جداً تربيته وتعليمه تنشئته وتثقيفه فالمصالح كبيرة جداً ولذلك صار نصف الدين وهؤلاء الفتيات هؤلاء البنات أمانة عند الأولياء يا ترى كيف كان تعامل السلف رحمهم الله مع البنات مع الفتيات وكيف كانت الترتيبات لمستقبل حياتهنه تعالوا بنا في جولة كيف كان سلفنا رحمهم الله كيف كان أمرهم في هذا الجانب أولاً كانوا يكفلون البنت بعد موت معيلها وخصوصاً وخصوصاً إذا كانت بنت إمامهم وشيخهم أو من بنات الصالحين فيهم ألم يقل ربنا عن مريم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكرياً قال قتاد رحمه الله كانت مريم ابنة سيدهم وإمامهم وهو عمران رحمه الله من أولياء الله الصالحين فتشاح عليها أحبارهم اختلفوا وتنازعوا إذن ما ضاعت ما كانت المثل هذه البنت لتضيع بل اقترعوا وتنافسوا على كفالتها أيهم يكفل مريم وكان زكرياً زوج أختها فكفلها وقال عكرم رحمه الله إنهم قالوا هذه بنت إمامنا وصاحبوا قرباننا فقال زكرياً يدفعوها إلي فإن خالتها عندي قالوا لا تطيب أنفسنا فاقترعوا بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة فقرعهم زكريا فكفلها وهكذا إذن كانت الرعاية وطبعاً التعليم والتأديب وحسن التنشئة والرعاية الصحية والرعاية الجسدية والإطعام والكسوة والإكرام بالإضافة إلى التنشئة في بيئة العلم والإيمان